السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع قبل أن أبلش الفيديو لا ننسى دعائنا لأهلنا المرابطين في غزة اللهم أنصرهم اللهم ثبتهم المستقبل للهواتف القابل للطي على الأقل هذا أنا يعني كان تصوري للمستقبل ولكن لما بلشت استخدم الهواتف القابل للطي واجهتني مشكلة على الأقل برضو شخصية الوزن إنك تمسك جهاز قابل للطي راح يكون فيه وزن بإيدك وهذا إشي مستمر كل يوم وأنا من الناس اللي بحمل يعني بالعادي جهازين حسيت حالي زي كني حامل ثلاث أجهزة تقريبا فلذلك كانت تجربتي شوية مش مية بالمية كنت دائما أحس أني بدي أرجع للتليفون العادي لحتى وصل الأخ الانر ماجيك في 2 لأنه مباشرة قبل ما أدخل بكل التفاصيل وأنا مسكره وأنا ماسكه هيك زي أكني بالضبط ماسك جهاز عادي ولا فولدبل ولا غيره ونفس الوزن وزنه 231 غرام بعض الهواتف القابل للطي وزنه 253 245 الأرقام هاي الفروقات هاي فعلا مهمة فهون أول إشي يعني رح يجذبك أو حتى يمكن أنا لأني من تجربتي بس مسكت الجهاز وبلش تستخدمه ما في وزن خلاني أوكي هذا الجهاز حد الآن ممتاز ففعليا عندي حكي كثير عن هذا الجهاز فركز معي لو سمحت رسميا هذا أخف هاتف قابل للطيف العالم 231 غرام ورسميا هذا أنحف هاتف قابل للطيف العالم وهو مفتوح 4.7 مليمتر بتخيلين لو حكيت لكو أرقام ورجيتكو الفيديو حيكون إشي آخر على الواقع وهو مفتوحيك كثير نحيف وهو مسكر عادي جهاز عادي ما يعني ما في هاي جهازين جهاز عادي 9.9 مليمتر فالنحافة هون أساس هذا الجهاز سهل تستخدمه سهل تتعامل معه وما تخاف إنه نحيف ممكن يعني يكون معرض للكسر رح أحكي عن هذا الموضوع إن شاء الله لما تعمل جهاز نحيف أكيد في إشي ثاني يعني يتأثر بالعادي جهاز نحيف بتلاقي بروز الكاميرا كبير جدا هذا الجهاز نحيف بروز الكاميرا طبيعي جدا وحتى بعتبر إنه جزيرة الكاميرات جميلة مقارنة مع جزيرة الكاميرات بأجهزة أخرى لما تحط هذا الكيس حيكون في أمان للجهاز وحيكون في ناحية عملية هذا بيجي مع الجهاز بالجميل كمان في هذا الجهاز كالعادي المفصل نحكي كثير عن هذا المفصل والمفصل المهم جدا الهنج مصنوع من التيتانيوم ليش تيتانيوم؟ عشانه وزنه خفيف والتيتانيوم يتحمل وقوي جدا هذا المفصل قوي جدا افتح سكر كتير ما تخاف هاي اول نقطة نقطة ثانية هذا المفصل رح يعطيني خيارات يعني وضعيات للتليفون اكثر من وضعية وضعية الخيمة وضعية الزاوية 90 والوضعية الكاملة ممكن تستفيد منها فعليا انا بالتصوير مثلا خليت على وضعية 90 واستخدمت الجهاز اصور فيديو اشوف وهو على وضعية 90 او ممكن تستخدمه تفتح يوتيوب وتكون تحضر الفيديو في النص الاولاني والنص التحتاني يكون الكومنتز هاي الوضعية هي وضعية 90 يمكن من اكثر الوضعيات اللي ممكن تستخدمها وتستفيد منها فالهنج بصراحة يعتمد عليه الالوان لهذا الجهاز انا عندي الارجواني وهذا اللون حلو فيه لون ذهبي فيه لون اسود الفاصل بالشاشة اللي في النص اللي دائما منخاف منه مع الاجهزة القابلة للطي بتشوفه بس يعني بصعوبة بتشوفه بدك تعمل للزاوية والضولة حتى تشوفه وإحساسا نعم بتخس فيه لكن ما بعتبره اشي بأثر على استخدامك ابدا وحتى هون اقل كريس ممكن يعني ايش ما فيه سلبية الجهاز انا ما بحكيك مثلا تمنيت لو كان فيه معيار الاي بي 65 او الاي بي 67 بهذا الجهاز ان شاء الله بنصخ القادم نشوف اشي زيك ذلك من ناحية التصميم انت رح تاخد جهاز مش بس نحيف وخفيف وعملي وقوي بتحمل صدمات جهاز فخم اروح احكي عن الشاشات لانه الشاشات اكيد مهم لانه عنا شاشتين الشاشة الاساسية اللي هي الخارجية والشاشة الكبيرة لما بتفتح الجهاز الجهاز وهو مطوي شاشته 6.43% انش OLED LTPO يعني ترددها من 1 هيرتز ل120 هيرتز عشان توفر طاقة والاسpect ratio التنسيق طبعها من 20 ل 9 فحيكون يعني يمكن تلاحظ حالك وانت بتستخدم الجهاز انه معظم وقتك على الشاشة الرئيسية متى بتروح على الشاشة الداخلية لما بدك تحضر محتوى لما بدك تعمل ملتي تاسكن ولما بدك تعمل جيمينج هتحس حالك هناك اكثر الهيك يعني تقريبا تجربتي فهاي الشاشة مهمة جدا وعملية جدا سطوح هاي اخوان 2500 نتس وعليها حماية خاصة نانو كريستال الجيل الثاني من آنر ايش هاي الحماية الشركة بتحكي انه رح تحمي تقريبا عشر اضعاف من السقطات من النسخة السابقة فعشر اضعاف انا بعتقد انه ايش كويس انا بهمني ايش بهمني لو بالغلط وقع من ايدي واجع على الارض ما ينكسر فعالاقل هذا رح يحافظ على هاي النقطة لما نروح على الشاشة الكبيرة 7.92% انش OLED LTPO تدعم مليار لون وترددها طبعا من 1 هرتز الى 120 هرتز السطوع تبعها 1600 نتس ودقتها 2150 بيكسل في 2340 بيكسل وتدعم نطاق الوان واسع يعني لما تحضر المحتوى الوان جميلة لما تلعب جيمز الوان جميلة استخدامها بشكل عام ممتع جدا وحكتلك انا اكثر شيء استخدامي كان لما بدلعب جيمز ولما بدأ احضر فيديوهات ومرات كنت شوي كسول افتح فيسبوك مثلا وتيك توك على كل الشاشة واشتغل عليهم فيمس الوقت وطبعا عشان حماية العين الشاشة بتدعم البي دبليو ام معدل الواميد 3840 هرتز عشان عينك تضلها بامان فهذا يعني اونر صارت مشهورة بهذا الموضوع انا كتير بتركز على هذا الموضوع وبتعطينا حتى بهواتف يعني مش ضرورة تكون فئة وعليا تعطينا هيك خيار وبدأرجع شوي للشاشة الامامية المميز فيها انه عندها بيزلز قليلة جدا حواف يعني قليلة جدا الشاشة ماخد تقريبا 90% من جسم الجهاز فكلها يعني شاشة والشاشة الداخلية بتقدر تستخدم عليها القلم ستايلس تجربة الشاشة بصراحة الامامية والشاشة الداخلية ما عندي مشاكل عليهم بشكل عام سلسي جدا لذلك ما عندي اي تعليق سلبي نروح للنظام اندرويد 13 علي الماجيك او اس 7.2 النظام اشتغلوا علي هون بحيث انه يدعم موضوع انه عندي شاشة كبيرة فمعناته بدي اعمل ملتي تاسكن معناته البرامج بدأت تكبر بدأت تصغر يعني بدي اعمل شغلات كثير فعملوا اشياء ممتازة عملوا بار تحتاني حتى تحط عليه تطبيقات الريسنت اللي استخدمتها وبرضو في بار يختفي بحيث برضو تستخدم فيه تطبيقات اللي ممكن تستخدمها بسرعة ايضا عملوا موضوع الملتي تاسكن سهلة بس عليك تفعل اول جهة تحط يعني اول تطبيق بدك اياه بالجهة الاولى الجهة الثانية تلقى يعني تعطيك اما تطبيقات استخدمتها مؤخرا او تعمل سيرش عالتطبيق اللي بدك اياه وتشبك هناك خلصت منه تقدر تلغي وتحط تطبيق اخر محله بسهولة وحتى يعني فيه شغل حلو كمان انه انت بس تعمل شاشة فيها تطبيقين شغالين ملتي تاسكن ونزلت يعني نزلت البرامج كلها ورجعت الهوم بيج هيضل محافظ بالباكراوند على هاي الشاشة بحيث لو رجعت لها ترجع على الملتي تاسكن واصلا لو كنت على الملتي تاسكن وسكرت الجهاز راح يروح على الشاشة الامامية وكون عام الملتي تاسكن وانت كمان كنت مثلا تستخدم الشاشة الامامية تستخدم برنامج معين فتحت الشاشة الكبيرة راح ينتقل تلقائيا وباستلاسة وسهولة على البرنامج بس مفتوح يعني هاي الشارات البسيطة صغيرة التفاصيل انا بالنسبة بتهمني بتخلي التجربة حلوة فتجربة السوفتوير كانت ممتازة الشيء الوحيد اللي اتمناها من شركة اونر اعطونا اوبديت للسيكوريتي وللسوفتوير يعني ال او اس نفسه على الاقل اربع سنوات روح على الاداء هذا فلاكشب صحيح ما عليه احدث معالج بسبب انهم صنعوا قبل ما يطلع احدث معالج ولكن عليه سناب دراجون ثمانية الجيل الثاني اداء عالي جدا صحب طاقة ممتاز رح حكي عن البطارية لانه مهم جدا البطارية الاداء شغل عليه اي لعبة بتشتغل شغل عليه برامج كتير ما عندك مشاكل ما حسيت اي اشي فيه لاق او بطوء حتى موضوع الحرارة ما حسيت بحرارة لانه عاملين الاشي اسمه فيبر تشامبر غرفة او لاير للحرارة سمك 0.22 مليمتر هذا عشان يخفف حرارة ويشتت الحرارة عن المعالج ويظل اداء ومتاز فموضوع الحرارة انا على اقل ما حسيت فيه حتى وانا بستخدم الجهاز والشاشة مفتوحة او الشاشة مسكرة فعليا ما حسيت بحرارة تخليني اخاف من اداء الجهاز او اخاف من الجهاز نفسه والساعات او خيارات التخزين اللي عنده 150 مع 16 او 512 مع 16 انو تخلي عندي 512 مع 16 والسعر اللي راح احكيه بنهاية الفيديو لساعة 512 مع 16 جيجا الروح على الكاميرات هذا الهاتف مش الفلاكشب تبع آنر اللي هو عنده افضل كاميرات لما بنحكي عن افضل كاميرات من آنر من الروح على آنر ماجيك ستة برو هون توقعت صراحة يعني كاميرات عادية ولحكي الاداء نوعا ما اعجبني عنا ثلاث كاميرات اساسية في الخلف 50 ميجابيكسل بفتحة F1.69 مع Optical Image Stabilization هاي الاساسية والعريضة 50 ميجابيكسل وفي عنا التليفوتو 20 ميجابيكسل تمنيت لو كان على الكاميرا الاساسية حساس اكبر بس يمكن لو حطوا حساس اكبر وبيقدروا بدوا يزيد سماكة الجهاز وهذا يمكن بيختلف عن الطريق اللي هم يحطوا لبالهم بدك تشوف حساس اكبر وقوي بدك تروع على آنر ماجيك ستة برو هناك حساس خرافي على كل حال وفعنا كاميرا سيلفي لما تكون الجهاز بسكر وحتى لما بتفتح الجهاز برضو فيه كاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل وبرضو رح تقدر تستخدم الكاميرا الاساسية الخلفية ككاميرا سيلفي هاي من ضمن مزايا الجهاز والسوفتور اللي عليه انه ممكن تلف الجهاز تستخدم الشاشة وهو مفتوح زي تكون زي viewfinder استخدم الكاميرا الاساسية وجربتها ورح تشوفه بالتصوير الفوتوغرافي الكاميرا الاساسية مع العريضة الالوان والفوكس عجبني الدايناميك رينج عجبني لما نروع على الزوم 2.5x جيدة بس في جداعة تروح اكثر من هيك عشان ما تخسر تفاصيل وبرضو موضوع الدايناميك رينج ما رح يكون تصير زابط ركز على الكاميرا الاساسية ولا العريضة وبشكل عام الدايناميك رينج بحاجة لعمل فحاول انت ما تصور في مصدر الضوء مباشرة الكاميرا السيلفي تمنيت يكون عندها الوان افضل من هيك العزل كويس لكن انا حسيت حال استخدمت السيلفي الكاميرا الاساسية باكثر من وضع يعني اكثر من مكان جربت الكاميرا الاساسية لانه كاميرا قوية طلعت سيلفي صراحة ممتاز بالنسبة للفيديو الفيديو رح تأخذ خيارات كتير من ضمنها 4K حتى بالكاميرا الامامية 4K بس انا حتى بالسيلفي ركزت انه اصور 4K فيديو او سيلفي بالكاميرا الاساسية الخلفية هاي نقطة بصراحة حلوة هلا حفرجوكم بعض لقطات الفيديو واحكولي مين اكثر نسخة عجبتكم شوفوا تجربت الكاميرا حتكون شوية مختلفة ليش انا حصور سيلفي هسا هذا اول فيديو في السيلفي صحيح بس هنا في عنده عدة خيارات سيلفي لانه هاي السيلفي البراني والجهاز مسكر لما افتح الجهاز في سيلفي داخلية وايضا عنده ميزة بالسوفتوير تخليني اقدر اصور السيلفي فيديو بالكاميرا الرئيسية مشوف البائل اللي بعده الان مصور فيديو سيلفي من الكاميرا الداخلية طبعا بقدر اروح هاي مستطبط العريض هاي عريض عريض اوكي وهاي عادي 1X و 0.8X السلام عليكم هذا برضو فيديو سيلفي بس ايش انا بستخدم الكاميرا الرئيسية اذا لاحظتم اختلفة الجود صح كيف بتختار انه تلفل كاميرا بتلفل الجهاز على الكاميرا الاساسية الخلفية والشاشة اللي وراء هو فولد بل في عنده كمان شاشة اللي هي الاساسية المين لما يكون مسكر بتصير هي البيو فايندر بصير هي اللي بتشوف حالك منها رجعت للكاميرا الاساسية اللي هي لما الجهاز يكون مسكر وعملت كمان برضو استصوير هذا السيلفي اللي انتو شايفينه بالاضافة انه هذا فيديو فور كي 30 فريم ممكن تصور فول اجدي 60 فريم لكن فور كي بس 30 فريم سلام عليكم اصدقائي حسنا بدأ بلش تست للكاميرات الاساسية الخلفية تمام الجهاز اللي المسكر وحاليا بصور بالزاوية العريضة واثناء التصوير وانا بصور عادي ممكن انتقل 1 اكس بعدين انتقل 2.5 اكس بعدين اعمل 10 اكس هذا 10 اكس زي ما انتم شايفين طبعا صعب هايكا التصوير بنرجع 2.5 على 1 اكس انا بفضل افضل خيار اللي هو 1 اكس الكاميرا الاساسية المين الحساسة الاساسي عشان تاخد افضل تجربة هذا خيار 4 كي 60 فريم بحاول اصور لكم اكثر من زاوية اكثر من مكان بنسبة للصوت عندنا هون سماعات ستيريو لما تحضر محتوى راح تسمع صوت راح يعجبك ورح يكون ممتاز بالمكالمات حسيت انه الصوت نوعا ما واطي شوي او ممكن لاني كنت احكي مع الحجة والحجة دائما تحكي من السبيكر عكل حال لا في كان نوعا ما يعني في وطا شوي بالصوت البصمة جانبية واداءها سريع لكن انا شخصيا مفضل البصمة اللي داخل الشاشة بطل عندي البطارية انا كنت خايف من هذا الجهاز من ناحية البطارية يعني جهاز نحيف وعنده شاشة امامية وعنده شاشة كبيرة يعني هيصرف طاقة كثير ونحيف كثير البطارية خمسة الاف مكسومة يعني قسمين على كل جهة اللي فاجأني بالموضوع انه اونر عن جد اعطتني بطارية ممتازة هواتف اونر يا اخوان بالبطارية دائما اداءها ممتاز دائما والانر الماجيك 6 برو من افضل البطاريات الموجودة بس هذا الجهاز يعني هذا الجهاز الفولدبل النحيف المفروض يسحب طاقة كل يوم تقريبا بروح بنام بدي اشحن وبلاقي في مرات فيه 40% مرات بلاقي فيه 30% ما خلصته حرفيا كل يوم لحد يوم المراجعة فعليا كانت البطارية انا بعتقد انه اداءها ممتاز عندها شحن سرع 66 واط وشحن عكسي 5 واط فلاكشيب بتمنى اني اشوف شحن لاسلكي بالجهاز بشكل عام التجربة كانت جميلة جدا وهذا الجهاز يعني سهل انك تظل تستخدمه وما ترجعش للجهاز ثاني بكل بساطة على الاغلب السعر حيكون 1299 دينار اردني شو رأيك بالمواصفات وبهيك جهاز بهيك سعر اكتب لي في التعليقات يعطيكم الف عافية بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء